عزيزي المشاهد أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج مع الناس عن سيدنا موسى عليه السلام قال عندما سأل ربه قال ربي من أين الداء قال مني قال في الشفاء قال مني قال فما يصنع عبادك بالمعالج قال يطيب أنفسهم فيومئذ سمي المعالج طبيبا والإنسان عندما يشعر بأنه ليس على ما يرام أو يصاب بارتفاع الحرارة أو الصداع أو عند وقوع أي حالة مرضية في مجتمعنا العربي طبعا على طول بنلقى لإيه للصيدالي للروح الصيدالية نظن مثلا يعني مسكن معين نقضي بالغرض لحد لما نشوف الطبيب ليه لأن الصيدالي لودر رئيسي في الرعاية الصحية علشان كده عاوزين نعرف النهاردة دور الصيدالي ودور الصيدالية ومساعد الصيدالي إذن هنتكلم في كل ما يخص المجال الصيدالي بس في البداية هرحب بضيء صديقي محمد صبحي أهلا بك محمد أهلا وسهلا مع رضاك عبد المصطفى خلينا نبدأ حديثنا في البداية بحديث نبو شريف قال صلى الله عليه وسلم عباد الله تدو فإن الله عز وجل قد خلق كل داء وجعل له الشفاء إلا داء واحد فقالوا ما هو الداء يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الهرم أي الشيخوخة والقبر في السن نعلم جميعا أن دور الصيدالي في المجتمع له دور كبير أن كل دكتور صيدالي قد تتلمز وتدرب مدة كافية في المجال الصيدالي والمجال العلاجي بحيث أنها تؤهله إلى صرف الرشطات وتكوين العلاج في المجال الصح والدوائي وقبل أن يصبح الفرد صيدالي فإنه قد تتلمز وتدرب على يد علماء ودكتراك كبار مختصين مختصين في المجال يعني هم اللي بيقدر الرعاية الصحية للمريض كل داء هنناقش كل الموضوع ديت مع الدكتور حيسن سامي دكتور بمركز الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ ولكن بعد الفاصل انتظرو ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ضفنا اللي منورنا النهاردة الدكتور حيسن سامي الصيدالي بمركز الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ أهلا بيك أهلا بيك بصناعة بيك في البداية قلت في المقدمة أن الصيدالي وصيدالية لهم درهام جدا داخل المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنهم لأنهم يمثلوا ايه يعني المؤسسة الرئيسية وتعالج ايه مرضى تمام فعاوز أعرف من حضرك بات يعني الدور الصيدالية كايه كدور اقتصاد كدور اقتصاد فضلا إلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا نحب نشكر القناة لإتاحة الفرصة لتوصيل الرسالة المهمة اللي احنا عاوزين نوصلها بالنسبة لدور الصيدالية لا أحد ينكر دور الصيدالية كمؤسسة اقتصادية في المجتمع كمؤسسة طبية كمؤسسة خدمية الصيدالية كمؤسسة اقتصادية في المقام الأول انت عندك دولتنا بفضل الله فيها قرابة المتين وستين ألف صيدالي ده عدد إجمال الصيدالية لتقريبا عندي قرابة من سبعين لخمسة وسبعين ألف صيدالية ده عدد الصيداليات الموجودة متوسط كل صيدالية بيتراوح التيم فيها من أربعة لخمسة بالإضافة للصيدالية أنا عندي الصيدالي النهاردة إذن أنا هتغلب على البطالة من خلال المؤسسة دي كصيدالية لأن الصيدالي محتاج استماعات الصيدالي مش هيباشر الصيدالية بنفسه لوحده لا الصيدالي محتاج أسيس محتاج فريق عمل محتاج فريق عمل محتاج عمل نظافة ينظف الصيدالية ويرتب معاه الصيدالية إذن الصيدالية النهاردة كمؤسسة لما هائمها ولما هخليها قوية ولما هخليها وقفة على رجليها كصيدالية متوسطة أو صيدالية كبيرة أو صيدالية متوضعة أنا بالتالي هتجلب لي عمالة إن لازم الصيدالي ده هيجيب عامل جنبه هيجيب أسيست معاه فبالتالي هيتغلب لي على نقطة مهمة لو ضربت الـ 75 ألف صيدلية فعدد العمالة متوسط أربعة أنت بتفاجئ بتلتمائة ألف عامل النهاردة أنت بتشغلهم وبتشغلهم بوظيفة وبتعمل لهم راتب أساسي بس مش في جامعة الصيدلية مش في جامعة الصيدلية ما هو الرسالة اللي احنا بنوجهها إن احنا بنوجه ونقول يا جماعة إن احنا عايزين نهتم بالصيدليات أو المسؤول عن الصيدليات يخلي جميع الصيدلات لها نفس يعني مش هنقول نفس الفرص لأن كل واحد بياخد لزه وأكيد كل مكتهد له نصيب وأكيد كل واحد بإمكانياته وبقدراته لكن بنقول على الأقل خالص إن يكون فيه إتاحة فرصة للصيدال الخريج أنا الجامعات المصرية بتخرج 14 ألف صيدالي سنويا لما هينزل سوق العمل المصري ويلقي سوق العمل مزدحم بكتير من الصيدليات اللي بنقول مثلا مكتسح السوق وكتير من الصيدليات اللي وقفة على رجليها مش نهيك عن الصيداليات اللي ممكن تتراجع للخلف وتسقط أنا من مصلحتي كدولة إن أنا بجنب الصيدالات إنها ما تسقطش من مصلحتي كمسؤول عن إن أول من النظام ده لأنه نظام زي ما قلت لك هيوظف لتلتمائة ألف موظف تخيل 300 ألف موظف بيشتغلوا في الصيداليات تخيل أكتر من 75 ألف صيدالية يعني فيه 75 ألف صيدالي إذن أنا لما هتيح الفرصة أو هتيح الإمكانيات للـ 14 ألف خريج صيدالي إن يكون عنده قدرة صبح إن يفتح صيدالية وإن يشغل لتلاتة معاه غيره في الصيدالية ديت ويقدر يخدم المجتمع إحنا عندنا متوسط الصيداليات لحد الآن الصيدالية بتخدم قرابة الـ 1250 مواطن فده يعني واقع إن كنا بنقول إحنا على المحك يعني المفترض فيه فيه دراسات بتقول إن الصيداليات تخدم خمس تلاف مواطن وبنقول ممكن ألفين مواطن لتلات تلاف مواطن ألف مواطن يعني أنا على المحك يعني أنا بقول إن الـ 14 ألف الصيدالي اللي هيخرجهم الدفعات القادمة هيروحوا فين آه فيه منهم يروح في مجال الشركات في منهم يروح في مجال الدعاية في منهم يروح في مجال التكليف إلا إن هيبقى الصيدلية الجزء اللي هيبقى متاحل ويشتغل في السوق هيلاقي سوق العمل مقتز بالصيدليات ومقتز بالناس اللي هي آكلي السوق فأنا هتيح الفرصة للصيدال الخريج ده إن هو يبني مؤسسته اللي هي بالطبع هتجيب لي عامل النظافة تشغله بدل ما هو يقعد على الشارع في الشارع ما له الشغلة هتكفل لي أسرة تانية يبقى أنا لما هقف جنب الصيدال ده وأهقف وأخلي الشركات تكون وقفة جنب الصيدال إنها تقيمه بالتالي أنا بكسب مؤسسة كاملة يعني رسالة حضرتك احتواء جميع الصيدالة أو خريج الصيدالة في مختلف الصيداليات في مختلف المناحي إن أنا عايز الصيدالة الخريج ده هيبني لمؤسسة أنا عند صيدالة خريج النهاردة هيخرج يتخرج من الجامعة الصيدالة اللي هيفتح صيدالية ده هيبني لمؤسسة في المجتمع المؤسسة ده هتشغل لي أربع أفراد هتكفل لي أربع أسر هتمنع لي أربع من الشباب النوم يكونوا عرضة للنوم للتسول يكونوا عرضة للعطالة والبطالة ولكن يا دكتور حضرتك بتتكلم على أساس أنا عاوز أشغل صيدالي تمام طيب هتشغله على أساس إيه مع دورة تدريبية درة في صيدالة اللي بل كده أو هو طالب طبعا ها أقول لك حاجة حضرتك أنت بتعامل باشار آه طبعا ها أقول لك حاجة الصيدالي أول ما بيخلص بك كالوريوس الصيدالة هو بيبقاله سنة اسمها يعني على ما يطلع ترخيص مزولة المهنة بيبقى سنة كده فاضي على ما يطلع ترخيص مزولة المهنة الصيدالي ده بعدها بيحكله أنه هو يفتح صيدالية وبيحكله أنه هو يدير صيدالية النهاردة بيستغل للسنة ديه في أنه هو للأسف ينزل يتضرب بيفاجئ بواقع أليم ليه أنا الصيدالي النهاردة بخرجه معلش لازم نضع يدنا على الجرح عشان ندويه النهاردة أنا عمال أشغاله طول مهنة في الجامعة أكاديم فقط لغير عمال أدرسله عمال أحفظه عمال أوجهه للأكتف إنجريديانت فقط عمال أدله فارما عمال أدله المواد الأساسية بتاعتنا اللي بندرسها اللي بتقيمنا كسيادلة أنا النهاردة لما بنزل هو سوء العمل بيفاجئ أن كل اللي كان بيدرسه هو أكتف إنجريديانت النهاردة بيخش على السوق يلاقي أسماء توجارية هو مش عارف عنها أي حاج تفاجئ من الصيدالي نزل الصيدالية يبدأ يتوجه للأسست أصلا يقول له علمني يعني إن ده محتاج تعلمه من جديد لسه إزاي يتفرح في سوق العمل وإزاي يشتغل في سوق العمل وده بيقع على عطق الجامعة إننا النهاردة لإمتى هفضل عازل الجامعة عن سوق العمل لإمتى هفضل مخلك تعليم الجامعي لا مش فيه صيداليات بس بصراحة يعني في جامع الكليات وجامعات إحنا بنلمسه إذا هو في جامع المجالة طبع إحنا بنلمسه بشكل أساسي إزاي هأتمن صيدالي النهاردة إديته ترخيص مزولة المهنة وخليته ينزل بقول له إنزل اشتغل في سوق العمل إنزل النهاردة لو معاك فلوس افتح صيدالية ووقف اتعامل مع المرضى بالواقع مؤلم ده الحقيقة وده الصراحة الصيدالي النهاردة أنا طول عمر عمال أدرس وعمال أذاكر وعمال أتعب وعاني آه بذاكر وبنجح وبجيب امتياز وبرتب وا 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 أنزل أبص في سوق العمل ما قاردش عن حاجة مثلا مش لازم نذكر اسم شركات معينة وأدوية تجارية معينة ألاقي اسم دواء كذا آه الدواء ده أنا عمر ما شوفته أنا شايف الأكتف إنجريديانت اللي فيه بس لايه مكتوب لفرشيتة طب هو فين طب هو إيه طب وضعه إيه ما تدربش ما تدربش فأبدأ أفاجئ إن فيه فجوة كبيرة وده يعني يجي يقولك مجال الصيدالي اقتحمه غير الصيدالي ماشي اقتحمه غير الصيدالي مسؤولية على عاطق الجامعة ومسؤولية على عاطق الدولة والصيدالي أولا الصيدالي كان مفترض أنا أدرب نفسي أثناء التعليم الجامعي لقيت التعليم الجامعي آه هيوقفني على رجلية كصيدالي بس مش رابطني أو بسوء العمل رابطني للأسف بالكرسي اللي أنا بأخذه فقط للكرسي اللي الدكتور نزيله لي فقط أو الدورة تدريبية مفترض أنا قصير بس معلش ده مش هتبقى متاح للجميع يعني مش هتبقى متاح للجميع أن أنا والله ممكن أنزل أتضرب أو أنا عندي إمكانيات أخذ دورات أو معايا مديات المصرف على نفسي وأطور من نفسي دورك جمعة بقى أو دورك ككلية علمتيني مفترض أن أنا بربط سوء العمل بالواقع اللي أنا بادرسه مفترض أن أنا بنقول أني فيه مثلا قبل ما تتخرج لازم تقدم شهادة فها مثلا 72 ساعة وقف في الصيدلية كله بيروح الصيدلية يختمها بختم الصيدلية معلش عشان أتخرج يختم للختم ده أن أنا وقفت عندك 72 ساعة أو وقفت عندك 100 ساعة لو عايزنا نختم لكن أنت وقفت مليون ساعة خلينا نرجع للنورة الثانية احنا تعرفنا من خلال الحديثة لأستاذ مصطفى عن دور الصيدلية كما أساسها في المجتمع خلينا نعرف من حضرتك دور الصيدلي دوره في المجتمع اللي بيقديه في الأسئلة الاسترشابية الأولية أهميته في وسط المجتمع طبعاً ده اللي بنقوله إحنا بنقول أن يا جماعة عشان المنظومة تكمل وعشان الحلقة والديرة بتاعتنا تكتمل للنهاية المفترض الصيدالي عندي بدأ الرسله المواد المنهجية اللي ننزلها كجمعة عشان يطلع صيدالي كف فاهم أكتب إنجريدي أنت مظبوط يقدر يخش على أي بحث يدرس بشكل مظبوط أوصله بسوء العمل أعرفه والله الظروف الاقتصادية للمرضى وضعها كذا أعرفه الظروف المادية في البلد وضعها كذا العمل فيه من المادة دهية الأكتب إنجريدي أنت ده فيها مثلاً وليكن 13 صنف تجاري اسمه كذا وكذا أربطه بالسوق نازم يفرأ منه أربطه في السوق هو كصيدالة لما هيخرج مربوط بالسوق ده وجد أطلقه في سوق العمل دوره إيه هو في الصيدالية إحنا النهاردة يعني بما لا يدعم مجال للشكل النهاردة أول حد المريض بيخش له الصيدالة عايز أقول لك مش هقول لك مريض الضغط ومريض السكر ومريض الكنسر هو أول حد أول ما بتحس بشك وإنت بتعمل إيه النهاردة مش كله عنده الإمكانيات إن أنا النهاردة معايا ألف جنيه والله قمت لقيت نفسي سخنة شوية الصبح هطلع على المستشفى أو هطلع على الدكتور معيش هو بقوم داخل الأول عامل إيه ده الواقع ده الواقع اللي إحنا بنلمسه المفروض آه كذا القانون بيقول كذا ده الطبيعي وده اللي بنرشد به بس النهاردة واجه الاحتكاك الأول بالمريض السيدال هو بيقوم أيام الصبح مصدع رايح فين؟ رايح السيدالية والله السيدال ده إنت لو موقف واحد مش كف لو موقف سيدال النهاردة إنت مخرجه ومنزله سوء العمل يصطدم به بدون علم كفاية النهاردة الصداع اللي المريض جايلي به ممكن يبقى صداع عادي ناتج عن البرد ممكن يبقى صداع ناتج عن الضغط ده دور الدكتور المختص ماشي بس مين اللي هيوجه المريض ده الواقع بيقول ان ده هيطلع للدكتور هو النهاردة أمي النوم لأ نفسه مصدع ومعهوش فلوس ورح للدكتور هيطلع على السيدالية السيدالي دور يوجهه دور يقوله والله يروح للدكتور دور يقوله لو هو مش فاهم اخذ أي حاجة كذا كذا وممكن تعمله مضاعفات وممكن تعمله مشكلة لو حالتو مستدعية دكتور لو حالتو مستدعيا من هو يروح للدكتور ولكن الأطباب يقولوا ما تنفعش أنك تشخص الحالي أنت مش هتشخص أنت هتودي للدكتور ما إحنا بنقوله هتودي المريض ده كبداية للدكتور أنت ممكن توجه المريض ده غلط النهاردة أنت عايز أقول لك كرابة يعني مش هقول 70% لا أقول 50% من المرضى إحنا في واقع سوء العمل اللي بنوجههم للدكاترة هو ما هوش عارف هيروح تخصصي معلش الدكتور ده أنت ممكن توديه لتخصص مختلف تماماً يخسر كشفه وخش للدكتور يقول له ما عليش يروح بطن طيب بعد ذلك حضرتك يا دكتور دلوقتي إحنا بنرجع مثلاً للصيدالية أو بنروح الصيدالية في حالة الزكام في حالة الصداع في الحالات المعتادة دي ممكن نلاقي مساعدة الصيدالي نفسه هو اللي موجودك الصيدالية وبالتالي هو اللي بيشخص الحالة وبيبدأ يصرف له علاج طبعاً هي دي مشكلة كبيرة جداً مش مطلوب إنها تكون موجودة يعني مشكلة إن أنا أفاجئ إن كل صيدالية فيها أسست واقف والصيدالي مش موجود دي بتبقى مشكلة كبيرة ولازم الدولة أو لازم المسؤول يضع يدو على الإشكال فين النهاردة أنا وليكن لو صيدالية هتفتح قرابة 18 ساعة في اليوم عشان تغطو مصارفها الصيدالي اللي واقف في الصيدالية ده مش جبل ده أكيد زيه زي أي بشرة هيشتغل 8 ساعات بتوعه أو هيشتغل 9 ساعات أو 10 ساعات اللي هيشتغل بعد 10 ساعات الصيدالي ده مش هيوقف بقية الوقت هنيجي نقول الواقع بقول إنك توقف صيدالي تاني معك طب ماشي هتجيب صيدالي تاني معك تكلفة الصيدالي تاني معك ده قد هو الصيدالية هتفاجئ إنها مش مغطية مصارفه وهي في الثاني يوم الصبح لكن احنا بنقول تواجد الصيدالي بالقدر المسموح في الصيدالية والتعامل يعني دلوقتي مع لشي التعامل بقى السبل التكنولوجيا اللي معانا تقدر تخلينا نقدر نتعامل بأي وسيل النهاردة أنت بتبقى معك الصيدالي لو السيدالي ده خل رياح له ساحتين عادوا والله وقفت روشيتة مع الأسست هو وقف بخش للسيدالي ومراح يقوله وتفضل فيه كذا 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 بيبعت للسيدالي مثلا دلوقت روشيتة على الوطس يقوله فيه كذا كذا فيه حاجات بتفيد الأسست إنه هو يقدر يتعامل بس إحنا ما بنقولش هيتعامل الأسست هو السيدالي وقف مدته ما فيش أي مشكلة يعني ما فيش برنامج مثلا أنت بتحاول إن أنت تدرب عليه الأسست بتاعك هو طبعا على فكرة أسست في السيدالي عايز أقولك بيبقى فيك يعني ده يعني إحنا أبن طالب إن السيدالي هو الصدارة وهو كل شيء بس الأسست اللي هو يوجد جنبه بيبقى فيه أسست بنفس قدرات يعني قريب من قدرات السيدالي إن هو بيبقى قادر يتعلم وقادر يصرف وقادر يتكلم في إطار اللي السيدالي بيبقى بيقوله حواليه أو في إطار إن السيدالي بيعلمهول وإحنا برضه يعني الموضوع مش بيبقى أبن بفكه ده وخلاص لا ده الموضوع محكم لان انت عندك معلشي انت محدد لك انك تتكلم في حاجات اليوت تسير عادية اللي هي والله معلشي دلوقتي واحد دخلي الكلب عبده مثلا في ناس ياما مش فاهمة الكلام ده تيجي تفاجه تقول له معلشي اطلع على المستشفى عشان تاخد مصر يقول لك لا لا انا عايز برشامة مضاد حية وبرشامة بروفين مسكن او ايا كان الاسم انا عايز بس اي مسكن او اي مضاد حية مش هينفع حيعمل لك ايه انت النهار ده لازم تروح تاخد تاخد فاكسين ضد الكلام ده عشان ما يحصل لكش اشكال كبير جدا انت ممكن تفاجأ بيه بعدين عملك اشكال يموتك لا تفاجئ ان مثلا لو ما فيش سيدال واقف يرشد بالمعلومة دي انت شايفها معلومة بسيطة المعلومة ده ممكن تكون بتدور عليك في اليوم مرة واثنين وثلاثة وخاصة في المناطق الشعبية مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة بتفاجئ ان المريض داخل اتشكي مثلا بشكة بسيطة ميكروب التتاني ده ممكن يموت انسان في اي لحظة بيجي يخش لك يقول لك ايه انا عايز معلش برشامة مسكنة لو واقف اسستي مش فاهم وما فيش سيدالي هيقوله خد تفضل شريك مسكن خد منه قرص كل 12 ساعة ضاعي القلم المصمار الصغير اللي شكه او الدبوس او اي معدن شكل انسان المريض ده المعدن ده ممكن يبقى فيه ميكروب شديد جدا ميكروب التتاني ممكن يدخله عنها مركزة وموته انت النهارده السيدالي دوره كانسان فاهم هيحتك معلش لو انت تشكيت هتروح لدكتور تقطع كشف بخمسمة جنيه او ربعمائة جنيه عشان تقوله والله انا النهارده فيه مصمار شكيني في رجلية بالعكس تبتقوم ده كالعصي ده لا معلش والله انا حاسس بقلم هنا فيه حاجة شكتني تقوم هيئله حاجة بسيطة جدا اطلع عن المستشفى دلوقتي خد ابري التتانيس بخمسة جنيه او 12 جنيه بسيطة مبلغ قليل جدا وهيقدر ينفزه وهيقدر يطبق الواقع ده وهتقدر تحمينه ممكن يموت انا بتكلم بجد فيه حالات في العنايات المركزة من اسبوعين كانت قدامي حالة بتموت في عناها مركزة بسبب شكة مصمار بسيط ده اكيد ممكن راح صيدالية ممكن لها السيست وايف قال له انا والله دخل في رجل مصمار قال له ما خد شرط مساكي خد شرط مصمار لكن لو واقف صيدالي فاهم في المساكي او لا في الصيدالية هو راح الصيدالية اكيد قال له كده الصيدالية هي اللي قالت للأسف الميكروب ده ممكن ينشط بعد فترة وتفاجئ ان انت بحصل لك حاجات غريبة جدا في جسمك محدش عارفش اخص وتفاجئ ان انت روحت لدكتور واثنين وثلاثة هو الاول انت بتلاقي احتقام بتلاقي فيه مشاكل كأعراض دور برد مع تكسير في الجسم الا ان الموضوع داخل في كارسة الموضوع داخل بعد كده ان هيحصل سبازم وتكلصات فعضلات التنفس هتموتك فانت هتحتاج عناية مركزة بس محدش عارف انت كان ايه الاشكال اللي حصل لك انا بقول بداية الاشكال ده كان شكت مصمار بسيطة دخل ملاقاش مثلا صيدالي لا السيست قاعد قال له ان دخل في رجلي مصمار اداله شريط مسكن طبعا خلي المسكن هدي النهاردة وبكرة وبعده بعد اسبوعين بدأت تظهر الاعراض هو نفسه المريض مش عارف الاعراض اللي ظهرت ظهرت من ايه ولا عارف ان هو المصمار ده اللي عمله الميكروب ده وعمله الاشكال الكبير ده النهاردة لو سيدالي واقف مظبوط في السيدالية واقف بيباشر عمله هيقول له لا خلاص مدام في معدن لط جسمك وشكك يبقى لازم دلوقتي تطلع على المستشفى يعمل لك اختبار تيتانوس ويديك امبولة تيتانوس شوف حمامن ايه تكلفة مادية ليلة العناء المركزة النهاردة لو قلنا قال لي حاجة ممكن يخسر له فاهم الى اربع لعشر تلاف جنيه اكي اه تب ما كان ممكن نتفادى ده كله بسيدالي واقف في السيدالية فاهم يقول له رح خد الابرة ام اتناشر جنيه بس ده مش موجود معظم سيدالي مش هنقول لك بعض هو موجود لكن زي اي مجال في بعض الاخطاء في بعض سيادلة متكسلين في بعض سيادلة زي ما قلت لك هربن من سوء العمل مدى المأصل هربن من سوء العمل مش هربن من سوء العمل لا هو ممكن تلاقي سيدالي يفتح كذا سيدالية وبيبشرهم بس ايه اشغال في مكان تاني متارك ده كل واقف فيه واحد مساعد او غيره هو اللي بيبيع وبس ومستثمر الكلام ده وفلوسه ورأس المال وفي سيدالي والله هقول لك حاجة هو طبعا مطلوب ان ده كله يتلاشى ان المفترض تكون السيدالية واقفها سيدالي بيبشر عمله عشان يخدم المجتمع بالطريقة الصحيحة اللي احنا طلبينها واللي احنا بننشوتها لكن ساعات الواقع الاليم زي ما قلت لك ان السيدالي بيلاقي نفسه واقف في سيداليته مطلوب يحسن يعني مش مطلوب يحسن داخله الداخل اللي داخل السيدالية غير كافي يقفل السيدالية ويقعد في البيت يقفل السيدالي فاحنا بنقول حل وسط ان انت طور من نفسك كسيدالي ما توصلش للنقطة دية ما توصلش للنقطة ان انت واقف في سيداليتك ما انتش قادر تشتغل طور من نفسك هيطور من نفسه هيطور من نفسه عن طريق الاعلان عن نفسه محدش هيطور نفسه واعد مكانه طور من نفسك بان انت تذاكر بان انت تبدأ تكتهد في المجتمع بان انت تبدأ توصل رسالة مهمة لكل المرضى ان انت تجلبهم ليك لان انا عندي خطر كبير جدا انا عندي سيدالي ممكن تبيع بمليون جنيه في اليوم صيداليات بقى اسماء معينة لدائل ذكر اسماء وعنده صيداليات بتكملش ألف جنيه مبيعات في اليوم ده واقف فاق صيدالي بامكانيات معينة وده واقف فاق صيدالي بامكانيات معينة احنا بنقول للدولة ساعد الصيدالي لامكانياته بسيطة عشان مش مش يقططع رزق الصيدالي اللي بياخد ملايين لا ده عشان يبقى فيه يعني عدالة في توزيح سوء العمل مهانا النهاردة لما هبقى مثلا وليكن انا ملياردير معايا فلوس كتير جدا النهاردة اخش على الصيداليات كلها اغلبها اخدها وابدأ اشغل فيها صيدالي وابدأ اشغل فيها صيدالي وانا اعد كراجل صاحب رأس مال بدير الصيدالي وبدير المخازن وبدير الشركات النهاردة فين مجال السوء للصيدالي الخريج اللي انا النهاردة قلتوا نروح خش صيدالي محتاجين رسالة اخيرة لجميع الجامعات ودورهم في القيام بتدريب وتأهيل طلبة صيدالي احنا بنطالب الجامعات المصرية بجميع يعني اسدتها الافاضل اللي علمونا واللي درسولنا واللي احنا بمكن لهم كل احترام وكل تقدير لازم بفيه ربط بين المؤسسات الطبية والمؤسسات الجامعية وسوء العمل يعني احنا النهاردة زي ما قلت لك الصيدالي اللي انت عملت خرجه وعملت تعلمه بقى لك خمس سنين وتذكر له وتفهمه وتعرفه المجال بيقول كذا ويتعلم كذا ويدرس كذا ويحفظ كذا النهاردة انت لو ما ربطتوش بسوء العمل انت ممكن تحكم عليه بالانتحار قصد كلام حضرتك ان جميع الجامعات تقوم بتأهيل وتدريب الطالب طبعا تأهيل سواء داخل الجامعات او في سوء العمل ده ده اساسي في كل حتة في العالم مش عندنا بس انا النهاردة اي صيدالي في اي مكان في العالم انا ربطو بسوء العمل هتالله اصدمه بسوء عمل رسالة هامة من دكتور صيدالي الدكتور هاي سمسامي لجميع الجامعات وكليات الصيدالة بشكل اخص بتأهيل وتدريب جميع طلبة كليات الصيدالة ومش كده برضو بس رسالة اخيرة برضو والصيدالي مطلوب عليه دور مهم جدا انه يدرب نفسه وانه يأهل نفسه وما يسيبش نفسه اردى ان يطلع مش عارف حاجة في سوء العمل بيكون في تنمية لك طبعا يعني بشكرا شكرا جزيلا على الرسالة الجامعة لدكتور هاي سمسامي الصيدالي بمركز الكبد والقال بمحافظة كفر الشيخ اعزائي المشاهدين بكتنتات حلقة اليوم من برنامج مع الناس انتظرونا في حلقات قادمة بإذن الله السلام عليكم الله وبركاته